بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لموضوع replacement analysis التابع لكورس engineering economy هنتكلم في examples لتوضيح الفكرة لو انا عندي example بهذه الطريقة the cost of machine عبارة عن 6100 والscrapping value عبارة عن 100$ at any time the maintenance cost found from experience عبارة عن بهذا الشكل هين should the machine be replaced امتى ما هو الوقت الصح ان انا غير هذي المعد اذا كانت التكلفة اللي عندي 100$ في اول سنة ثم بترتفع 250$ ثم 400$ ثم 600$ انتو اون يبقى انا عاوز اوصل الى optimum solutions اللي ديني average cost اقل ما يكون فلو جينا قلنا والله هجيب ال c and s c minus salvage value 6100$ شيل منها salvage value يبقى القيمة دي عبارة عن ايه القيمة التي سوف تستنفذ عندي c and s هي القيمة المستنفذة اللي عندي يبقى c and s هي عبارة 6000$ ثابتة في كل السنوات اللي عندي يبقى ال f of t اللي هو عبارة عن ما يسمى ب maintenance cost او operating and maintenance cost ادي 100 ثم تبقى 250 هجيب ال cumulative ال cumulative اللي هي تركه 100 100 100 150 350 زائد 400 يطلع كلام دي ابدأ جيب ال c and s 600 زائد 6,000 زائد 6,000 زائد 6,000 زائد على 4 على 5 على 6 على 7 وشوف ال cost شكلها ايه 6,100 نزلت بقت 3,150 اوه بقت 2,250 عملا تنزل 1,837 ارتفعت بقت كم 1,000 لا لسه انخفضت 1,650 1,575 ارتفعت 1,588 يبقى ديتم بتاعي لما توصل 1,575 هتبدأ المعدة تزود وتفتح بوقها زي ما بيقوله على المصاريف the calculation of the average annual cost is minimum during the 6th year يبقى 1,575 عند السنة ديت بيع المعدة وهذا غيرها لانها هتبدأ ترفع معاك في التكلفة اللي عند الزمب الآخر مديك المنترانس cost بتعطيك بهذا الشكل 8 سنين ومديك results اللي ها residuals value القيمة لو بعت المعدة في السنة الأولى هتجيب لك كذا في السنة التانية تجيب لك كذا يبدأ طبعا يتناقص لحد ما في الآخر خالص تجيب لك 40 دولار المعدة انتشاريها ب7000 دولار لو سمحت وضح لي when should be replaced أمتى أستبدأ المعدة أباحة وأجيب غيرها زي ما قلت هنعمل التابل بتاعنا ده هو هجيب البيناس طبعا هنا الاس مختلفة يبقى كل اس على حل يعني اس في الأول كانت 4000 يبقى بناقص اس اس في الثاني كانت 2000 يبقى بناقص اس يبقى الكوص بهذا الشكل وحط ال operating and min sans كوص بهذا الشكل وبعد هنا أجيب الكميولاتف 900 زاد 1200 تطلع 2100 زاد 1600 تطلع 1700 زاد يطلع كلام ده زاد يطلع كلام ده الكميولاتف أجمع الكميولاتف اللي عندي على الـ الكميولاتف على الـ الـ أبدأ أجيب الـ أقسم كلام ده على 1 كلام ده على 2 9500 على 3 12200 على 4 15000 وأبدأ أتحسس التوتال كوسط على الـ بهذا الشكل 3900 3500 نزل 3500 نزل 3050 نزل 3020 نزل 350 زاد أقف إنه هو تقول بيع استبدل عند كام سنة عند لما الكوسط المتوسط بتاعها يوصل 3020 يبقى عند السنة الخامسة توقع أنك أنت تبيع المعدة اللي عندك عندي إجزامبل بهذا الشكل في اليلة الأولينية التريد ان فاليو 12000 وبعدين بعد كده تبقى 8000 3000 المنتنس عند أوبريتين كوسط في السنة الأولى 5000 في السنة التانية 6500 الأوبريتينج يعني مديك المنتنس لحالها والأوبريتينج لحالها بدل ما يجمع لك الاتنين دول يدي لك الأوبريتينج and المنتنس إديك الأوبريتينج لحالها والمنتنس لحالها ما فيش مشكلة وقال لك وقال لك إذا علم أن سعر الفايدة مش تتجاهله عبارة عن 20% How do the first year and second year annual cost related to the equivalent annual cost عند السنة التانية هناخد الأفكار بتاعة time value of money وهجيب الانوال cost بتاعتي عند كل سنة من السنين واشوفها هتبدأ ترتفع إمتى في حالة ما تبدأ ترتفع أو لا هبدأ بيع المعد يوبا الكويفلانت annual cost over the years period would be as a follow الكويفلانت annual cost بساوي البيناس الاس مضروبة في to find a given b زائد salvage value في point 1 دي طبعا معادلة لها إثبات لكن إحنا مش عاوزين الإثبات بتاعها مفيش في مشكلة زائد 5000 زائد 28000 اللي عندي to find be given if حسب سعر الفايدة والسنة الأول وبعدين 6000 زائد 32000 في to find be given if 12% و 10% 10% وسنتين وبعد كده هو دا كله دا كله عشان أحول الأنوال أضربه في الفاكتور to find a given b و 10% وسنتين يطلع الرقم بتاعي هذا الشكل The annual cost for the first year is calculated on the assumption of 12000 is the first cost طبعا يبقى بجيب الأverage cost عند السنة الأول أشوف الأverage cost عند السنة أولي 34000 وال average cost عند السنة الثانية 41000 أيهما أقل يا دكتور يبقى في الحالة ديت يتم الاستبدال بعد السنة الثانية مش السنة الأولى لأن الأverage cost هتبدأ تزيد هي بتقنقص هنا هو أقل ثم بعد كده هتزيد عندي لو أنا عندي Defender وChallenge معدة شغالة ومعدة مواصفات جديدة عاوز أدخلها عندي أشوف يعني C أفضل من ال D أدخلها عندي ولا لا بالمفهوم بتاع ال Incremental اللي احنا أخدناه عندي Defender وعندي Channels حطتهم من هو حسب ال Initial Cost وقلت ناقص 7500 ناقص 5000 بقت ناقص 2500 ناقص 1500 ناقص 1700 بوزيت 1200 واجبت Difference اللي عندي بهذا الشكل أبدأ أجيب Equivalent Annual Cost بتاعي حسب التدفق النقدي بتاع Difference اللي عندي يطلع 40 يطلع 4059 يبقى Equivalent Annual بتاع Difference اللي عندي اللي هو الفرق ما بين الاثنين طالع Positive يبقى Difference اللي عندي كان H ناقص H كان مثلا المكانة الأولينية المكانة التانية ناقص المكانة الأولينية في الحالة دية الرقم طلع Positive يبقى هو ده أفضل لو العكس يطلع الاثنين ده التانية هي الأفضل اللي عندي Since indicate cost اللي عندي estimate where used and assets live were the same the equivalent annual worth of replacing the defender equal the difference between the previous calculating equivalent annual cost بهذا الشكل الفرق ما بين الاثنين بهذا الشكل وفي الحالة دية equivalent annual cost ممكن نطبق القانون بتاعنا اللي هو إثبات لو عاوزين إثباته لكن احنا ميقولك ما تثبتوش يأما تطبق في هذا القانون تضرب ال-B في A على ال-B ناقص ال-S في A ال-F أو القانون ده هو صح برضو بنقص ال-S في A على ال-B وال-I وال-N زائد ال-S في ال-I العند عشان نجيب ال-Equivalent annual cost العند شكرا وإلى اللقاء في كورس آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا